السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درجة جديد من دورة فلاتر طبعا عرفنا بالدرس السابق على كيفية تنظيم الملفات وقمنا بانشاء كلاسي جديد موبيلست حتي يكون كومبونان تقدر استدعيب اي صفحة انا بحاجته تمام بهاي بهاد الدرس انا رح حاول انه ابني سفحة لما بضغط على الجوال بيخدني على التفاصيل طبعا نعمل بس بدلا ما اقطع رح خلي يخدني على طبعا بكتب اسم راوت ممكن اتعلمنا بالدروس السابق طبعا نحسمي انا اكيد بهاي الطريقة تمام موباير بهاي الطريقة موبايل راوت حانشئه حاليا مباشرة بشكل بسيط اوكي هي الطريقة قبل انشئيني صفحة هانشئ صفحة الموبايل ديتلز طبعا نروح البيجيز ونعمل نسميها موبايل ديتلز دوت دارت تمام فاكيد اللي هعمل هون اولا امبورت للباكيج تاني شي نحن نعمل كلاس تيتفول وجه تمام نسميه موبايل ديتلز بهاي الطريق ونحن نعمل داخل الريترن متعولنا سابقا داي ريكشنالتي تمام داي ريكشنالتي هان اول شي تيكست تاني شي لح اعمل سكافولد اسكافولد هاي الطريقة طبعا ما في داعي ونعمل هون طريقة نصلح الاخطاء ونعمل طبعا اسم السفحة التفاصيل تمام نحن نسميها التفاصيل في اي مشكلة ولح نعمل سنتر تايتل ترو ولح نعمل هون كل بساطة كونتينر وبدئيا شارل تكست موبايل ديتلز بيش طبعا ما في اي شي صفحة بسيطة كتير عملناها بشكل سريع كتير مروح هلأ لهون نعمل موبايل ديتلز مستدعية بهاي الطريق طبعا منعمل امبورت لالها حتى ما يكون عندي اي مشكلة طبعا هو الحالة عملي امبورت كما ملاحظين ازا ما عملي امبورت انتنا بتعرف كيف تعمله امبورت ونشغل ونروح ان شاء الله ما يكون عندي اي مشكلة طبعا كيف بدي روح انا على الصفحة ما عندي اي بطن اه ممكن بالاقصام سامسونج بضغط اي واحد يفترضي في النات صفحة تمام اخذني على الصفحة ما شايفين اي كرب عم اضغط عليه عم بيخذني على صفحات التفاصيل طبعا بتمنى الدرس تكون لنا اعجابكم لا تنسي الاشتراك في القناة دعمنا بنشر المزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة